السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفاتي اليوم ان شاء الله غنحضر معكم بيزة سائلة في البريق غنحضروا ان شاء الله بطريقة سهلة وسريعة بصراحة بالنسبة للبيزة هادي فهي من اسهل واسرع الطرق اللي يمكن لكم تحضروا بها البيزة في البيت ديكم غتحتاجوا للاختمار لللك للمرشم لوالو غتحضروا ان شاء الله فقط قياسي وحتى بالنسبة الكمية يعني ما ان شاء الله كتخرج كمية كتيرة اللي ممكن لكم كيتحتفظوا بها في المجمد ومن يتبغيوا تحضروا البيتزة ديكم كتخرجوها الميما نطوش عليكم في الزال قبل ما تزوروا الوصفة دينا ما تبخلوش علي عبلي لايك ديكم كذلك لكتو كتزوروا القناة ديالي الاول مرة مرحبا بكم في مطبخ وصفاتي اشتركوا في القناة وفعلوا جراسة تنبيهات باش توصلوا دائما بكل جديدي وكيما تعودنا دائما قبل ما مبدو اي وصفة منسوش الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وده بخليكم مع المقادير وكيفية تحضر بسم الله على بركات الله اول حاجة يا احبائي كان اعتذر منكم بزاف ونتمنى ان شاء الله ما نكونش كنزعجكم لان صوتي في هاد اليام بح بحشي شوية ضربني البرد المهم يا احبائي في وصفتنا اليوم ان شاء الله غنحتاجون مكونات ليبساطين واقتصاديين فالخلاط لكعرابة ايو الموني نيكس غنضيف اربعة ديال كؤوس ديال الماء بنسبة الماء قصو يكون دافي ماشي سخون كنديرو فاكي الاصبع ديالنا كالقواه غير دافي المهم كما اتكرت لكم غنحتر اربعة ديال كؤوس قياس كاس لعنبا كل كاس كايزين مية وخمسين مية لتر كذلك كما را حدتم معاك ضيفت ملعقة صغيرة ديال الملح والملح كتبقى على حساب الدوق واحدة رشا صغيرة ديال الفلفل اسود ولا الابزار كذلك واح شوية ديال الزعتار اللي كيبقى على حساب الدوق وربع ملحقة صغيرة ديال بودرة ديال التوم في حالتي لما توفرتوش على البدرة ديال التوم يمكن لكم استغنوى عندنا يعني ما شي ضرورية بل ما ديروا التوماطرية لانها كتجي مش جادة بزف. ايضا غنحتاج ربع كاس ديال زيت الزيتون ويلما توفرتوش لزيت الزيتون مهم يا حبائي بنسبة الوصفة ما كان عقضوهاش كان قضوه بدك الشي اللي يمتوفر عندنا. لما توفرتوش على زيت زيتون يمكن لكم استبدله بزيت نباتي كذلك غنضيف ملعقة كبيرة دي الخاميرات الخوفز ولا الخاميرات الفورية وغنضيف عليهم جوج دي الكوس دي الفينو ولا السميد الرقيق ولا دقيق القمح الصلب اللي هي مئتين وخمسين جرام المهم ايحب ايه بالنسبة المكونات غلقوهم ان شاء الله في صندوق الواصف بالقرام بالمئة لتر وكذلك بالملعقة وغنضيف جوج دي الملاعق كبار دي الحليب مجفاف ولا ندو اللي يمكن لكم استبدلوهم جوج دي الكوس دي الحليب السائلة يعني في حالتك لما بغيتوش ديرو الحليب مجفاف ديرو جوج دي الكوس دي الماء وجوج دي الكوس دي الحليب سائلة المهم بالنسبة للمكونات دي نا كنطربوهم ولكن نطحنوهم زيان فهذا المرحلة هدي تقريبا كي واحد دقيقة يعني حتى كنت أكدوها كي يبني الفينو التطحان معنا مزيان كرجع ناكد لكم على الماء ما خصوش يكون سخون بزاف باش في المرحلة هادي ان يطحنوا الخالي ديالكم ما يوليش معكم بحال فلاستيك لان الميلة كان سخون غايتعلك معكم الفينو لهذا حاولوا ديروا الما غير دافي المهم بعد ما كانت طحنوا المكوينة ديالنا مزيان كنديروا ما يبشي انا ولا يبشي زليفة وكذلك نضيف عليهم واحد الملعقة كبيرة ديال الخال يمكن لكم استخدموا الخال عادي ولا الخال الابيض اللي متوفر المهم فهذا المرحلة هادي ان شاء الله غامده نضيفه في الدقيق بالنسبة لكمية ديال دقيق غنحتاج تلاتة ديال الكووس اللي هي تلتمية قرام كما كان نذكر لكم دائمان بالنسبة للناس اللي عندهم الميزان دقيق ديالكم وزنوه وإلا ما كنتوش كتوفر على الميزان غرب لو دقيق ديالكم يعني نخلوه والكووس عمرهم غير بالملعقة يعني الكووس ديال الدقيق ما تضغطوش عليهم وبطبيعة الحال بالنسبة لكمية ديال الدقيق نضيفوها بالتدريج يعني ما كنضيفوه اش دفعة واحدة لانا وخا كيكونوا عنا المقادير مضبوطين دائما كيكون كي الاختلاف خصوصا في الامتصاص ديال الدقيق باشا كيتحاكموه في الخالد ديالكم ديفوه غير شوية بشوية المهم هدا هو الخالد ديالنا بعد ما اصبح جاهز كذلك هنوريكم القوام ديالو بالمغرفة كيمكن تلاحظو معي كيكون كي تقريبا بحل الخالد ديال كيك او دب ان شاء الله مباشرة غنضزو باش نطيبو الخالد ديالنا في هاد المرحلة هادي غنحتاجو لهاد البراق البراق ديال القهوة يمكن لكم كي يديرو براق كبير ولا صغير اهم حاجة في البراق اللي غستخدموه ما يكونش عندو دك شبكة من الداخل يعني العنبوب ديالو ويكون متقاب كامل كي ما كتلاحظو معي بنسبة الصرارة واضحة باش هكي الخالد يهبط لكم من من البراق كارجا نأكد على البراق ما خصوش يكون عندو دك شبكة المهم بالنسبة البراق يمكن لكم ديروه كبير ولا صغير كي ما حبيتو كنضيفو كي الخالد ديالنا في البراق وكي نحاولو نخليو دك الخالد هابط شوية على العنبوب كي ما كتلاحظو معي المهم بالنسبة الصورة يا احب اي رابينا وضب ان شاء الله مباشرة غنضزو باش نطيبو الخالد ديالنا احناية كنديرو المقلة على النار وكنخلي واحدة كي يصخون الى شو عليا لك تكون مهيلة وكندهنوها كي بوحد المسحة ديال الزيت كنديرو كي شوية ديال الزيت في وحد الورق وكنمسحو المقلة ديالنا يعني ما كندهنوش وبالنسبة لها المسحة هادي كنديروها غير في اللول باشا كي المقلة ديالنا كيرطاب وما كي يبقاش يلسق معنا وطبيعة الحال كنستخدمو ميقلات غير العسيق اللي ماشي مقلة عادي وكي نبدو نشكلو في البيتزا ديالنا بكل سهولة بصراحة بنسبة لها البراق فهو كي يساعدنا بزاف كي ما كتلاحظو معي يعني كتتحكمو في القطعة كما حبيتو خصوصا بالنسبة لقياس ديال حبة يعني اوكي بالملعقة كيعد بناشي شوية وكنبقا واكي ينسرحو وكياخد معنا الوقت اما بالنسبة لها الطريقة هادي فهي ساهلة كما كتلاحظو معي انتم كتتحكموا في القيطعة ديالكم وفي نص الوقت يعني كتوضعو الخالط بكل سهولة المهم في هاد المرحلة يحب اي مكلكم ديرو البريق كما درتانا كما يمكن لكم ديرو كي اشي قطعة ديال البلاستيك ولا جيب حلواني كما حبيتو انا فقط كنبغي اكي نشارك معكم افكار اللي يفيدوكم اكي في اليوم ديالكم وانتم ما كيبقى على حسب المتوفر يعني كتبقى مجرد فكرة حبيت نشاركها معكم وبصراحة بنسبة لها البيتة السائلة فهي سريعة في تحضير يعني ممكن لنا كين حضروا واحدة الاخر لحظة كما كنعرفوه بالنسبة لبيت زارة كتاخد منا الوقت لابغينا كين ديرو بيت زا عادية كنحتاجوا ديالك والتخمير وبزف ديال الحويج اما بالنسبة لبيتة السائلة فصراحة كتجي سريعة وفنسو الوقت يعني ما دا قضيها لك يجي لديد كما كتلاحظوا معي بالنسبة لطريقة راساه لا خصوصا بالنسبة للمتديئات اللي ما كيتحكموشها كياف الخاليط من يجيو يوضعوه في الميقلات كما لاحظتوا معي بالنسبة القطع كنخليو مكي احتيك يشدو راسم وكيتحمرو التحت وكنقلبوهم بكل سهولة بنسبة اللون كيبقى على حسب الضغط ديالكم الافضل دخلو مكي يتحمرو شي شوية باش القطع ديالبيتزا يطيبو معاكم وهدي تكل كمية اللي حضرت معكم اليوم صراحة كنحصلو على كمية كتيرة فهد المرحلة هدي كلكم تعمروا القطع كاملين كما يمكن لكم مكي تحتفظوا بهم في المجميد والكمية اللي احتاجتوها كتعمروها وكتدخلوها الفران ولا في الميقلات كما حبيته المهم هن شاء الله غنضوز باش نعمر البيتزا ديالي هنا هي عندي خضر يعني يا كيا فلافيل بالالوان اللي شحرتم شوية ديال زيت زيتوم مع الملح والفلفل الاسود بصراحة معا ديق الوقت ما حضرش معكم الحشوة الحشوة كتبقى على حساب الدوق ديالكم كذلك عندي هنا هي الصوس بنسبة الصوس راساه يعني كل شي كيعرف يحضر الصوس ديالبيتزا ولا الطماطين ديالبيتزا وكنشكلوها كيف الاول كنديرو كيا شوية ديال سلصة ديال الطماطين كنديرو مور هاكي شوية ديال جبنة المتزار اللي باش كتعطينا هدك التاليكة من الداخل او من بعد كنديرو الوصال والخضار والطن اللي متوفر كما يمكن لكم ديرو كا طريفة ديال الدجاج والمهم يا حبي بالنسبة لطريقة ديال خدمارة باينة كنعمر واكي القطع ديالنا بحالة شكل هدايا وفي الاخير كنديرو واكي واحد نص ديال حبة ديال زيتون وواحدة الرشا ديال الزعتار اللي ما بنت شمعكم المهم يا حبي دائم مباشرة بعد ما كنعمر القطع ديالنا كنردو ما كيال ميقلات يلا شوية اللي كتكون مهيلة باش كيال بيتزا ديالنا ما تحرقش وكنغطي واكيال ميقلات بواحد الغيطة انا غنديرها تصحنا دايا بنسبة الغيطة اخصو يكون هكيال غيطة محكم ما يكونش كينفس باش هكيال المتزار اللي ديالنا كتدوب يعني بحالة كيالة كين كينفس ما غادوش معكم يعني اخدارو ريفس ويكون هكي واحد ضغط المهم كان خاليو البيتزا ديالنا حتى كاتحمر مجيات حتانية وفي نفس الوقت داك الجبن كيدوب وهدو هما القطاع الصراحة كيجو اكتر من رائعين مستحيش واحدة كيشوفهم ويكون محضرين يعني بعجن سائل وفي نفس الوقت في الميقلات في دون فورن المهم يا حبا ايه بنفس طريقة غنستعمار حتى غنكمل كمية اللي عندي كم يمكن لكم ديرو القطع كاملين في الطواد ديال الفران ودخلوهم الفران غير هي في اللول ضروري العجن ديالكم تحضروه في الميقلات باش هكيا ما يسحش معاكم في حالة اكا يدرتو العجن سائل في الفران غاي سح المهم يا حبا ايه هدا يكون الشكل نهائي ديال بيزا اللي حضرت معاكم بصراحة كاتجي اكتر ما رائعة لا في الشكل ولا في الماضاق واحتى بالنسبة الكمية يعني ما شاء الله كنحصلو على كمية كتيرة كما ذكرت لكم بالنسبة البيزا يمكن لكم تعمروها كاملة كما يمكن لكم اكا عمرو غير الكمية اللي حبيتو والكمية المتباقية حتى تحفظو بيها في المجمد والمهم كنرجع كنعتذركم على هذا الصوت اللي شوية بحبه ودف ان شاء الله غنحل معكم قطعا من الداخل كما كتلاحظو معي بالنسبة البيزا ديالك كتجيه شيشة ومجعبة من الداخل ومع تصوير كما كتعرفو فالجبن بريد شي شوية لهذا ما كيتعلقش معي المهم يا يا حبائي هدي تكون الوصفة اللي حضرت معاكم اليوم قليلا نودكم ان شاء الله اتنال اعجابكم وصديا اليوم وتحضروها اطلقا ان شاء الله فيديو اخر وصفة تانية مع سلامة